بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم النهاردة على الكلاس بتاعة ST لو جينا بصنا هنا عايزين نعرف اين نص F S 5 او 5B 10 ايه الكلام ده معنى ايه الجملة دي او الرموز دي نقدر نستخرج منها اكتر من معلومة تمام زي ما هنشوف دلوقتي اول حاجة F S ده معنى safety factor او security factor تمام والرمز ده بيستخدم للميترينج او الميترينج انا عندي هنا C T 2 secondary او تيب اتعبر عن جزء تمام عندي هنا 1 S 1 1 S 2 الطرفين دولد بيستخدمون الميترينج ليه؟ لان هنا او اسم للشاشة ايه؟ او اسم 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 او المساعد هناك انشاء الخاصة يبقى انا عندي المساعدات بعمل بعمل او المساعد او للقياس بعمل 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 م او وفيه حاجة اسمها سعاد S أو BX ده بتبقى سعاد بيسموها BS Protection أو SB Special Protection معنى كده ان Ct ده بيستخدم لSpecial Application زي differential protection أو Distance Protection يبقى دي حاجة اسمها Ct طيب نرجع بعد كده ايه الارقام اللي هي قبل ال B واللي بعد ال B واللي قبل ال S F واللي بعد ال S F انا عندي مثلا كان على ال CT أو ال NBLIP بتاعت ال CT كان خمسة B10 قلنا بي ده اللي ايه بيستخدم معنى كان الاطراف ديه او ال Winding ده بتعبره تيكشن الخمسة دي ال Accurity As a Percentage دقة القياس بتاعت ال CT ده يعني مثلا 100 أمبير هنا هيجوا الناحية التانية C مثلا من 1 أمبير لو هو 100 على 1 ال Accuracy بتاعت القياس أو Transfering Accuracy في نسبة Error قد ايه قال لنا 5% يعني error في قيمة القيمة نفسها او الانجل او ال Face Shift ال L2 بس ده معنى كده ان في نسبة خطأ 5% يعني 5% من 100 أمبير تمام؟ يعني 100 أمبير لما يروحوا على ال Secondary 1 أمبير هيبقى 1.05 أو ممكن يبقى 0.95 تمام؟ يبقى الرقم اللي قبل البيضة يبقى الرقم اللي قبل البيضة حاجة اسمها Accuracy Limit Factor تمام؟ ايه Accuracy Limit Factor؟ في حالة الشورت سيركيت طبعا الطيارات بتبقى اضعاف مضعفة من A Rated Current تمام؟ فهو Ct ده يقدر يميجر لغاية Add A تمام؟ يعني لو Ct 100 على 1 يبقى هنضرب المية بتاعة ال Primary ده في 10 يبقى يقدر يقس لي من 1000 لغاية 1000 أمبير يعني الشورت سيركيت Current لو وصل ل1000 أو أقل هيقدر يقسوا طب لو زرعا كده لا العلاقة مش هتبقى لانية ومش هتبقى النتيجة Accuracy ممكن الاكشن بتاعهم مش هتبقى صحية تمام؟ يبقى الكيروسيليمت فاكتور دي من الحاجات المهمة جدا هو بيقول لي كم مرة من ال Rated Current انا قدرى يقس لك اوكي؟ فلو رجعنا هنا لنبليت مثلا هلقى ان 5 بيه 10 يبقى الكيروسيليمت فاكتور بتاعتي 10 و 10 ديت الضرف مثلا في ال I Primer يبقى 1500 أمبير يبقى هو وزن لو الشورت سيركيت 1500 أمبير أو أقل اقدر رئيسه بشكل accurate جدا مفيش مشاكل تمام؟ لو زاد عن كده معنى كده معنى كده ان ممكن يكون ال S T يبقى الأمبير بزيد جدا وانا مش بيرفلكت نهاية السكندر تمام؟ طيب في الويندن بتاع الميجرينج هيقول لي ان ال I Primer بتاعتي هنا خمسة نفس القصة ان انا قدرى ميجر لغاية خمس أضعاف في ال I Primer لا يوجد مشاكل وهنلاقي على طول ان ال I Primer بتاع الميجرينج اعلى كثير من الميجرينج ليه؟ لان الميجرينج بقيس في ال I Primer يعني الأحمال شغالة سحبة I Primer أقل شوية لا يوجد مشاكل لو حصل شورت سيركيت لما يحصل يكون قياساته حتى يقدر يبعد مصبوط على ال I Primer ويأخذ ال I Primer يبقى انا اهمني ويد رينج فور Protection ويد في حالة الميجرينج يستقبل في النورمال ال I Primer لكن في حالة الشورت لا يهمني الميجرينج على قد ما يهمني الميجرينج لان الميجرينج او فحالة الشورت سيركيت دي حاجة العظيه تمام؟ في حالة الميجرينج يستخدم في Normal Operation ST يستخدم في Abnormal Operation انا همركد الميجرينج الميجرينج عشان الميجرينج زي شورت سيركيت أوفورفولت او هكذا اقدر اخذ يبقى يهمني القراءات في abnormal condition زي الشورت سيركيت تبقى دقيقة عشان الاكشن يبقى دقيقة تمام؟ يبقى لو بصنا هنا هنلاقي الكيرب بتاع ال ميجرينج الميجرينج يبقى احنا كده نقدر نجمل الموضوع فيما يلي ان انا عندي تلاتة classes البي protection الام او الاس اف او الوان ام ميجرينج الاس او البي اكس او الاس بي الاس بي الاس بي الاس بي الاس بي وعندي حاجة اسمها الاكيوريسي ده بيبقى الرقم اللى قبل الرمز بتاع البي ا او الام والاكيوريسي الميت فاكتور ده كم مره من الريتت بتاع البرايماري الاس بي ده يقدر يميجر with accurate value تمام؟ انا عندي هنا مسئلة 5.0.20 انا عندي الاكيوريسي pee الاس بي الاس بي نفس الاس بي الس يبقى احنا كده خلصنا ايه موضوع ويبقى انا عندي خمسة بية عشرين ده فيه ثلاث حاجات ويبقى ان شاء الله بقى اشوفكم ايه المرات الجالية شكرا